نكمل لما حضرتكم أخبارنا الرياضية أو فقرتنا الرياضية وبرح يمكن للحظ ما كانش حليف المنتخبات العربية في كاس العالم يعني شفنا السعودية للأسف خسرت وكمان تونس لكن تبقى أمال الصعود إلى الدور الستاشر قائمة في الجولة التالتة للمجموعات خلونا نتكلم عن المتشاط بقى بتاعة النهاردة في مباريات مهمة منها قمة الكرة العالمية والأوروبية اللي بتجمع بين أسبانيا وألمانيا كمان النهاردة فيه مباراة مهمة للمنتخب العربي المغربي أمام بلجيكا والمنتظرين يقدم لنا مباراة كبيرة ويعني نستمتع إن شاء الله بالمباراة النهاردة تفاصيل أكتر مع ضفنا اللي بنوارنا في الستوديو حسين حمدي الناقد الرياضي الصباح الخير عليك يا حسين بنوارنا صباح الخير عليك وعلى كل اللي بيشاهدوا صباح الخير أهلا بيك يعني مباريات كثيرة مهمة النهاردة لكن خلينا كده نفتكر مع بعض اللي حصل مبارح ونحل شوية المتشاط اللي حصلت مبارح ونبتدي بطبعا المنتخب التونسي اللي للأسف يعني شفناه مش في أحسن أداء ليه شفت المباراة إزاي وهزيمة المنتخب التونسي أمام أستراليا بالرغم من إن المباراة كانت يعني في المتناول يمكن المنتخب التونسي لعب على التعايد والإمبارح يمكن شفنا إن ما فيش أفكار هجومية واضحة جدا للمنتخب التونسي يمكن الحلول بتتلخص في يوسف المساكني والمهارات بتاعته إن هو بيعرف يعدي في الواحد على واحد لكن لو فكرنا في جلالك الكادوري إن هو قدر إن هو يصنع منظومة هجومية لا مش هنلاقي الكلام ده كمان عندنا إهضار الفرص اللامسة الأخيرة ما كانتش موجودة بشكل مميز مع المنتخب التونسي عصام الجبالي حتى طاعة ياسين الخنيسي لما جيه اللي اتنين بيفتقدوا للسرعة وللكوة ما شفناش الفرص اللي أتيحت للمنتخب التونسي إن إحنا نقدر نحولها الأهداف لإن إحنا عارفين كاس العالم الفرص قليلة جدا لازم يكون عندك فعالية لازم تكون حاسب ده ما كانش ظاهر إمبارح في المنتخب التونسي عشان كده لإنا إن هما خسروا في المباراة أداء المنتخب التونسي مبارح ما كانش أداءهم في المباراة الأولى بالضبط العيبة نفسها في الملعب ما كانتش متماسكة ما كانوش متمركزين صح استلام الكرة زي ما كنا نتكلم يمكن قبل الفقرة على مرة واثنين وعلى طول كان بتتخطف منهم إيه السبب في ده؟ يمكن زي ما بقول لك ما فيش أولاً لعيبة كتير أصحاب الحلول كيف الجنس ينزل الشغط الثاني بدأ شوية إن هو يمرر الكرة الأدام شايف له فرق لما نزل؟ آه يمكن في بعض التمريرات الناس اللي في نفس الملعب الياس الخيري يعني ممكن نقول عليهم لعيبة بدنية أكتر من هما فنانين إنما فرجاني ساسي هو اللي يعرف يطلع الكرة الأدام لكن كل ده كان بيتكسر عند النقطة الأخيرة عصام الجبال أنت بتتكلم في مهاجم إقاع ومش إقاع كاس العالم يعني ما عندوش كوة ما عندوش سرعة عشان كده أنا استغربت ليه سيف الدين الجزري ما نزلش كنت مستني التغيير ده في الآخر وبعدين اتفاجأت إن اللي بينزل طهيسين الخنيسي أو معلول مثلا؟ معلول طبعا لعيب مميز كل حاجة لكن هو برضو بيفكر إن معلول ضعيف شوية دفاعية تمام؟ بس أنت ليه ما تلجأش اللي في الشوت التاني؟ خصوة أنت بتلعب بثلاثة وراء يعني أنت بتلعب بثلاثة فممكن حد منهم إن هو يأمنه إن هو يدفع في ظهره عنده مشكلة في الارتداد وقف واحد استفاد بمعلول هجوميا وواحد يدفع وراء ده كان فكر منطقي جدا أو علي العبد اللي بيلعب أكتر توازنا شوية فهو يمكن منتخب تونس مندرب بتاعه فكر في التعادل أطلع بنقطة يجي الماضش الأخير ممكن يبقى عندنا فرص قدام فرنسا نصعد ولكن بالحظوظ ما خدمتوش كرة يمكن طائشة عرضية خبطت مهاجم خطفها براسه الكرة دخلت في الجنوب بالتالي خطة المنتخب التونسي ما كانتش فعالة طيب كده تونس قدامها فرصة ولكن فرصة ضعيفة عايزين نوضحها للناس وضع تونس في مجمواتها عامل ازاي دلوقتي؟ تونس عندها نقطة واحدة هتلعب الكل في الكل قدام فرنسا لازم تفوز وبسكور كمان اه يعني هي لازم تفوز للأسف ده الحل الوحيد خالص قدامها لكن احنا عندنا برضو امل يعني فرنسا صعدت فنتمنى ان شام بيريح اللعيبة لصف الاول هتعارفين طبعا الصف الثاني برضو نجوم اه يعني حتى الغيبات وحتى كل احنا عارفين ده حتى لو راح الصف الاول برضو هنلاقي اللي بينزله عايزين يزبطه نفسه لانه بيقدي بإذن منتخب فرنسا لان هم كمان عندهم يعني انا فاهم اصد انهم حتى 3 ا4 تشكيلات فاهم حتى اللي عادكة زيهم زي الاصيين او الاسين بالزبط اولا كده يعني اقل شوية يعني ممكن ممكن لقيهم برضو حتى لو اللعب الأساسية لعبة خايفين ان هم يتصابوا فما يلعبوش الادوار الاقصائية اللي عايز اقوله لك ان هو بيلعب باسم منتخب فرنسا فبالنسباله حتى لو ضامن التأهل هو بالفعل ضامن التأهل خلاص لدور 16 برضو هيقاتل عشان يطلع بنتيجة كويسة عشان برضو يعني فيه امل صغير ان هو يخسر الصدارة تمام ولكن يعني اكيد هيلعب بمنتهى القوة لكن احنا بنقول الامل اللي هو ما يبقوش جدين قوي عشان خوفا على الادوار الاقصائية تمام بس انا باعتمنى ان المنتخب التونسي خلاص احنا ما عندناش حاجة غير الفوز ما ننزق التحافظ اللي شفناه في اول مباراتين خلاص ارمي كل اوراك الهجومية يمكن المدرب بعد المباراة اتسأل في المؤتمر الصحفي على الجزيرة وعلى معلول على عندهم فرصة قدام فرنسا وانا اتمنى ان الاتنين يبدأوا لان خلاص انت معنا صحيح المنتخب الفرنسي كله اسماء تخد يعني حقيقا اسمه يعني كان الكمالسكوير بتاع تلاعب واحد بس في منتخب فرنسا يعني اضعه في منتخب التونسي يعني المنتخب الفرنسي يعني اضع على فكرة ان المنتخب اللي يفوز بكاس العلم يبقى بيخرج من بدري كده شوفنا ده مع ايطاليا 2006 ده من 2002 كمان واحنا بنشوف ده مع المنتخب الفرنسا كمان طلع من المنتخب البرزيلي حقيقا شايف ازاي فرص منتخب الفرنسي يعني هل نقدر نقول ان السنة دي كمان هيحصل على لقب البطولة يمكن هو من ابرز المرشحين المنتخب كمان الاسباني يمكن نقول عليه مرشح لكن احنا لسه برضو في البدايات والادوار الاكسائية احنا دايما بنسوفه البطل بيطلع من البطولة يعني بيفضل يزيد مباراة في مباراة في مباراة وبعد كده هو نلاقي في الادوار الاكسائية الشخصية بانت يعني ما كانش حد يتصار ان المنتخب كرواتيا لنص خالي فاتت يوصل للنهائي ولكن شخصيته تكونت اثناء الادوار شفنا مباراة في التانية لعيبة منساجمة متكاملة وسط حد المباراة اي فعل مبدئيا اللي ظهروا بشكل كويس اسبانيا وفرنسا وبرزيل طبعا طيب انا عايزة ارجع بس النقطة صغيرة كده في مطش تونس والاستراليا هل كانت استراليا تستحق الفوز ولا لمجرد ان تونس كان وضعها مش احسن حاجة فبالتالي فازت عليها بص المباراة من اولها كروفر يعني احنا ما اقدرش نقول ان كان فيه فريق مسيطر على التاني يعني حتى لو تفرجنا على الجون اللي جي هي عبارة عن عرضية اصطدمت بلاعب غيرت اتجاهها يعني فيها نسبة حظ ضد المنتخب التونسي ما اقدرش اقول ان استراليا هي اللي كانت متفوجة فيه كانت فرص يوسف المساكني وعصام الجانب في السيكس ياب قدام خلاص يعني اعب يعني وبرضه المباراة الاولاني نفس المضاء عمل وشوت اول رائع جدا قدام لدنمارك وبعدين تراجعوا في شوت تاني وضيعوا فرص برضه نفس المعاصم الجبالي كان وش الوش قدام الجون وشفنا بيحاول يحط الكورة من فوق الحارس ما دخلتش فالفرص السهلة دي مش في كاس العالم يعني مش هتتعوض منتخب التوق السعودي لما كان بيلعب قدام الارجنتين شط طالت كور جاب جنيه فهي دي الفعالية هو ده الحسم هو ده كاس العالم